وانقضت السنة بفصولها وجئتكم من سباء بموسم جديد اشتركوا في القناة موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحكي لكم عن أجمل الأماكن مهدي الهواء والسح والمفاتن دار الشرف والعز والمعالي تدعى تعز نوارة المدائم حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رحلة حظ أربعة فأهلا وسهلا بالجميع سؤال المشاهدين لكم أنتم مشاهدين الكرام في داخل وطني وخارجي من السكون محافظة تعز ونحن في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك وسؤالنا من الجزء العشرين من القرآن الكريم السؤال يكون إلى من يلجأ المضطر مع ذكر الآية السؤال مرة أخرى إلى من يلجأ المضطر مع ذكر الآية نستقبل إجاباتكم عبر العناوين والأرقام الظاهرة أسفل الشاشة من الآن وحتى غدا الساعة الثالثة عصرا والجائزة ثمانون ألف ريال نتمنى لكم حظا موفقا من مملكة سبع معلومة وجائزة وذكرى فتح مكة تحل علينا في هذا الشهر الكريم والسؤال يقول في أي عام كان فتح مكة السؤال مرة أخرى في أي عام كان فتح مكة تعالوا بنا لنتابع الإجابة اسمك الكريم صدام حسن قاسم هالهلالي يا صدام من ون يا هلالي من تعزي جبل حبشي من جبل حبشي أنسى بناء من المنعم من المنعم من المنعم؟ إن شاء الله عليه طيب متى كان فتح مكة؟ ألف وكم؟ ألف وكم؟ ألف وكم؟ ألف وكم؟ ألف وكمة ألف وكمة ألف وكمة ألف وكمة كان فتح مكة السنة الثانية السنة الثانية للهجرة أكيد هل تتعلم بغير هذا؟ أبداً؟ معه الله وأنا أقول لك غلط شكراً لك اسمك الكريم؟ عمار و تعمعني عمار من وين؟ من دمر طيب يا عمار متى كان فتح مكة؟ 800 800 وكم؟ 580 كده 600 وكم؟ أقفزت أنا مئة كم؟ 650 650 متأكد بهذا الحجور لا شكراً لك اسمك الكريم؟ عمر هزة على صباحي هياك الله من وين؟ من تعز من تعز تعز العز نعم من التربة من التربة نعم طيب وإحنا في مارب هياك من بعض هده لك سؤال وإذا جاوبت عليه حعطيك 70 ألف متى كان فتح مكة؟ على ما أعتقد بالسنة الثانية هجرية هشتي جاوب نهايي؟ احتمال أنه بالسنة الثانية هجرية على الله وكل شيء على الله على الله بس الجابة غلط على أهدا يلا شكراً لك الله بدنا pound الإسماء الثانية جاوب لا دفع آمن الإسماء الميا الميا شيّماء شيّماء ؟ عمّار عمّار ما opposition ما شاء الله متى كان فتح مكة؟ دعني عمّار جائب عمّار متى كان نفتح لك؟ السنة الثانية أقول له السنة العاشرة جاوب يا شينا السنة العاشرة العاشرة كان نفس يدي لكم جائزة وكنت شيء يدي لك جائزة لكن خليت الجهة اللي جاوبتها لك غلط السلام عليكم يا أمي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ الله يعافيك يا ولدي أم من؟ أم فؤاد النصيري أو أم كمال النصيري أم فؤاد وكمالي يلا أدي لكم سؤال وإذا جاوبت أعطيكم سبعين ألف جزاك الله خير يا ولدي بس يجعب على السلام إن شاء الله الله الموافق ربي يا ولدي أه أنا تسامعني إذا ما قدشت لا أعدي أعدي كل هذا الأرزاق بيد الله متى كان فتح مكة؟ في السنة الثامنة للهجرة السنة الثامنة للهجرة الولد يسأل الولد السنة الثامنة للهجرة يعني مع أمّار إن شاء الله أنا أشتي جاوب نهايي إن شاء الله وما يصيبكم إلا ما كنت أقول اللي قدوا نصيبك نصيبك يا ولدي اللي نصيبك؟ نصيبك مكتوب عند الله نصيب وإنتي نصيبش سبعين ألف ريال من مارب إن شاء الله سبعين ألف يا أمّ كمال هذا نصيبش من الله عز وجل والله إصلاع عليكم جميعا يا ولدي أعليم وإياش إن شاء الله السلام عليكم يابا 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 يا حيو يا حيو يا حيو يا حيو هاتت فياس هاتت فياس بسرعة بسرعة عيوني لك عيوني إياش بغايت بخار إياش بغايت بـ مش لي الله للبيت للبيت طيب قالوا تخفيضات تخفيضات مغولة السكر رخيص والرد رخيص والبقيق رخيص والزيت رخيص والشاهي رخيص حتى شوكولاتة رخصت المواد الغداية هذا رخيصة هواوا تخفيضات مغولة أين أروح أنا وياك الآن أقول لك دالي بيس أنا بروح أنا أنا بروح أنا وياك ومع البيس وين شفت العروض وين شفتها الآن أنا عادة لي قومكم من النوم الآن شفتها بالحلم أنا قومكم أنا فارح شفتها بالحلم؟ ها يعني أديك زلط تروح تحلم وتحاسب كلنا نحلم كلنا نحلم يا ابني أنا الآن فروحت شفتك فرحان حسبت أنه في مكان قريب كلنا نحلم أن المواد الغدائية تنزل المشتقات النفطية على طول نجي نعبي وهي بسعر رخيص ونمشي كل حاجة حاجات كثير في بلادنا نحلم الله فروحت عادة كلنا نحلم يعني أدي لي بيس ولا لا؟ أديك بيس وبقعة غالية هي أبدا لي فلوس وأنا أكو شور ذا الحين بعطيك الفلوس هنا بس شوفك ترجع وتجيب لي حاجات بالأسعار لنعرفها أنا شوفك يا ويلة باشور إيه إيش باشور باشور الآن إيش هادي باشور أصلا قد أنا متقافي أبا أيها معي صاحبي هم من محافظة المحويت إيش يقول لي شوور شوور وأنت عارف معناها أه قل لي فعلا وين؟ تعال قل الله نشوور؟ أي يالله اسم الكريم؟ سعيد والنعم والنعم مام سعيد من وين؟ من الشهر والنعم بأهل الشحر شوور الحمد لله شوور ماذا معنا؟ شوور شوور الحقيق مذيق بالبحر أيوة البحر هذا يحياني شوور طيب بغتك تركزنا هذا السؤال عليه جائزة أيوة شوور 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 البحر شوف أقول لك شغلة هي كلمة يستخدمونها في محافظة ثانية غير حضر موت شوور أيوة شوور بحر شوور دعنا نقرب لك يستخدمونها في المحويت في محافظة المحويت يقولون شوور شوور قد؟ 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 لا تفضل 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 يالله شكراً عمنا كيف حالك؟ حمد الله بخير من وين؟ بسقطرة كيف أمورك؟ حمد الله بخير ما شاء الله نورت الشحر نعم الله يعطيك العاكم ساكن هنا؟ لا لا مغادرة بسقطرة حمد شوور 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 ما معنى؟ شوور شوور يعني بسقطرة معنى شوور تقولون في سقطرة شوور؟ شوور يعني ماشي هواي يعني ماشي الريعة نشوف دعنا نقرب لك هم يستخدمونها في محافظة ثانية غير حضر موت وسقطرة ما شوور؟ في المحويت تقولون شوور ما معنى؟ ما أفتهم ركز ما أفتهم لك؟ ما أفتهم لك؟ شكراً على خير هل اسم الكريم؟ أحمد عمر باعباد ونعم باعباد من وين؟ من الشحر ونعم بحال الشحر شوور 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 ما معنى شوور؟ شوور تفضل سؤال على إجازة أريدك تركز نحن في حضروت ما نقولها في محافظة ثانية ما معنى؟ معنى شوور شوور يا طويل عمر والسلامة مرحباً على حال أنك بتجيبها أريدك تركز أريدك تركز بس شوور شوور معتا في المحوية تقولونها شوور معتا شوور معتا يجلس لا الله أعطيك العافية يلا شوور 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 ماذا؟ شوور 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 إلا بحر شوور بحر شوور بحر الله شكرا حسن علي مبارك وقرأة صالح حسن حياك الله يحفظك يا حسن أمين معنا سؤال وليس جاهزة حياك الله تفضل لهجتنا اليمنية لهجة محظلة محظلة أعطيك كلمة لهجة معينة تقول لي ما معناها تفضل شور شور تفضل تفضل حياك شكرا شكرا السلام عليكم يا والد وعليكم السلام ورحمة الله كيف الأحوال الحمد لله الأمور ريضة والله الله يريضها يا رب يا رب بقعة بغيت صبر بغيت صبر إن شاء الله إن شاء الله أنا أعطيك سؤال وإذا أجاوب تعطيك جائزة أتفضل أجي جنبك أجلس أتفضل الله يجيد فضلك اسمك يا والد اسمي حاج عوض عمر ربا سلمة حياكم الله من الشحر من الشحر طيب لهجتنا لهجتنا متنوعة من محافظة إلى محافظة وكل لهجتنا حلوة وجميلة فعلا وإحنا من باب التعارف ونقل وجعلناكم شعوباً وقبائل نتعارفوا وإحنا نتعارف في الكلمات في اللهجات حاجة حلوة طيب كلمة من لهجتنا الحلوة أيوة اسمها شور ما معنى شور شور هذا معنى يهدى البحر شوار يعني عندنا هنا أقول له شور يهدأ أهدأ هناك في حضرموت كلها أو في الشحر؟ لا في حضرموت كلها شور أهدأ يعني يهدأ أنا أقرب لك هذه شور من محافظة المحويت المحافظة الشمالية والله هذه محافظة شور أجري يعني أنطلق شور شور طلق أجري 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 وعندكم ما شو قلوا؟ أهدأ أركض خب 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 أيوة وباللغة العرب ينفسها اجري اجري يا سلام عليك يا عام عمر أكيد والله عندك المعلومة هذه الحمد لله كيف لو ما وصلت له اللي فكرت بها والله هذا كل شيء بإرادة المولى بإرادة المولى الدولية الجائزة إجابة صحيحة إجابة صحيحة يا زيكو تعال 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 بحين شور ايش معناها؟ شور أه؟ شور يجري شور شور يلا سير انطلق إجابة صحيحة يا عام عمر شور وجائزتك ثمانين ألف ريال شور 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 الله يطول بعماركم آمين إن شاء الله أنتم وأبنائكم والشعب اليمني إن شاء الله بإرادة الله يعني عيش في بحبوحة وعيش في آمن وأمان الله يحكم لك يا عمر خدمت لك يا حبيبي مشهداتكم بالله أخبار دعا أقبل رأسكم مشاهدين الكرام حياكم الله إلى بذرة خير من هنا من تريم الغناء معانا الوالد اسمكم؟ مبارك بحريش حياك الله يا عم فهم الله يحفظك كيف الأمور؟ ما شاء الله بسارح الله شهر مبارك شهر مبارك الله يحفظك كل سنة والطيبين ورمضان هذا إن شاء الله يكون خير على البلاد والعباد امين شاidade امي يا رب يحب الحمد لله تعبنا كثير الله يحفظك إن شاء الله أتوفي تعب الحمد الله الحمد الله ما أجملها نح Brooklyn منه رحمة رب العالمين من رب العالمين نعم الحمده؟ نحمده في السرا والاذرة ما نقول إله ما يرضي ربنا الحمد الله وال concise الحمد الله رب العالمين أيش تلقي الجمهوريش تrei العرف ايش تلقي هنا؟ أخي هذا هاب محل إجار طبع القناة غلت أهاء يعني مستبعك مش شبع، أنا شغال فيه أنا شغال؟ بس أنا سوتي أعملي الله فيك تجليد المصعب والكتب أيوه ها ما شاء الله عليك ها بتغلفه أيضا تجليد نفسه إذن بايا لك واحد ها ما شاء الله ها كيف جاهز ها كيف جاهز هذا؟ طيب كم يعني الدخل هذا؟ يعني معك ما له شيء ولا؟ لا والله هذا الدخل الوحيد فقط؟ هذا حق الغنة وحك فقط؟ ما بش راتب؟ ما بش راتب؟ ما بش راتب من الدولة؟ لا الحمد لله الحمد لله وعلى الخير يعني تعرونك آآ نعم الحمد لله على كل حمد على الله أحبه أشاء والبيت ملك ولا إيجار ولا؟ لا لا ملك تبع الوال يعني تبع الوال أنا وخاني ستة كلنا أبي ذات واحد ها كلهم في بيت واحد ما شاء الله الله أخذكم يعافيكم آآ إن شاء الله طيب أش اللي يناكسك يا واند؟ في الأعملة والآل اللي يحبوا قلبك؟ والله أنا نوعا قصية كدسي لنا عند الإخوان طانهم إياها وهم قد أعطون إياها وساروا اشتروها أيها والآن نجيبها لك إن شاء الله ولا يحمك الله يحفظك وسلمكم إن شاء الله آمين 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 ؟ آمين آمين يقولون ما طيب الزكر ويقولون ما طيب الله اللي في طيبة اللهم صلو وسلم عليك عم فهمي أدري لك بعض الغراء والأدوات حقك هذا كل اللي تحتاجه لأدوات التغنيف ومبلغ مالي الكل ثلاثمائة ألف ريال والحمد لله واصل مسيرك وهذا أنت بتشقه وتطلب الله وحنا نشجعكم وإياكم إن شاء الله أعطوني المبلغ وهذا المبلغ الله يحفظك يا عم فحب ويوفدك إلى كل ما يحبوه أنا أفدالك يا عم والصورة الطيبة ورمضانك مبارك الله يحفظك يا عم فحب بغيت تقول شيء ولا شيء والله شهر مبارك على جميع الأم ويسامي يعني يا رب العالمي يا رب مشاهدين الكرام وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تابعونا سؤال المحافظات ونحن هنا في زنجبار محافظة أبيان السؤال موجه لإخواننا وأحبائنا في محافظة الظالع السؤال يقول ما هي عاصمة مملكة حضر موت القديمة؟ ما هي عاصمة حضر موت مملكة حضر موت القديمة؟ السؤال مرة أخرى ما هي عاصمة مملكة حضر موت القديمة؟ نستقبل إجاباتكم عبر العناوين والأرقام الظاهرة أسفل الشاشة من الآن وحتى غدا الثالثة عصراً ولن تقبل أي إجابة من خارج محافظة الظالع والدليل البطاقة الشخصية والجائزة ثمانون ألف ريال نتمنى لكم حظاً موفقاً المشاهدين الكرام بريد الحظ من هنا من حديقة جاردن سيتي في محافظة تعز معنا ثلاثة متسابقين ومعي الأستاذ الجميل والرائع الحبوب أسمع أكبر تحية له محمد الهتار أبو صالح حيابك حيابك يا أخي الحبيب أبو صالح حرفنا بالمتسابقين بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً هذه الفقرة هي فقرة مميزة ورائعة خصوصاً بوجود أخي خالد والطاقة من الموجود والأخوة الجمهور جميعاً متعرف عليك يا أخي محمد عبد الحكيم محمد عبد الحكيم عمر المحياء عمر المحياء الأستاذ حسين القباطي الأستاذ حسين القباطي طيب معنا ثلاثة ظروف أنتم عارفين الفقرة وثلاثة ظروف فيها ثلاثة كروت كرتين أحمر كرتين أحمر اذهب اذهب برا برا وكرت ينتقل معنا للمرحلة الثانية جاهزين جاهزين مرة ثانية جاهزين يلا معاكم ثلاثة كروت كل واحد يختار له كرت بسم الله هيا بز خليه خليه لحظة نبدأ بأول كرت فضل هاته ايوه خليك عندك كيف حظك دايما انت دايما حظي حلو بس هذي المرة مشو حل خير لكن ما تخرش معنا فاضي معك جايزة ترضي عشراء الف ريال فضل تصبيقه يا شباب ايش توقع ان شاء الله خير اه على زرق نجالة على زرق كيف حظك دايما حظي دايما تمام مع البرامج تمام تمام حظي حظي مع البرامج تمام كل البرامج كل البرامج هنا هي رحلة حظ رحلة حظ ان شاء الله خير وحظك وحظك معنا عزرق لكن معك عشر الف جايزة ترضي يتفضل تحية للأخ بدون كلام السالة أحمر أزرق والنبي أزرق صلوا عنا بي أزرق أزرق والنبي أزرق صلوا عنا بي أزرق صلوا عنا بي أزرق صلوا عنا بي أبروك عليكم مشاهدي يا كرام ننتقل إلى المرحلة الثانية أعزائنا المشاهدين عزيزتنا المشاهدات الموجودين والحاضرين معنا أهلا وسهلا بكم وإحنا الآن في المرحلة الثانية من مسابقة بريد الحظ واللي فاز فيها الأخ محمد عبد الحكيم محمد عبد الحكيم الحمادي في حجم ميزة في الأخ محمد صح ولا لا يا سيد ميزة الطول الطول صح كيف الجو عندك طالع ما شاء الله تبارك الله هذا ينفع لاعب سلة عزيزتنا المهم الحاضرين والحاضرات جميعا طبعا معنا 36 صندوق الأخ بيختار 5 صناديق من أصل 36 نبدأ يا سيد خالد عندك الميزة أتسلم الأجر لي أتسلم الأجر لك بس ما نشداري أنت عتطلع ولا هو عينزل حلوة طيب يا محمد أيوة لعبتك للسلة؟ طائرة ها ما شاء يلا أنتبه تلعب لنا بس صلاديق طيب يلا دو خمسة صناديق اختار أول صندوق ونقول بسم الله خلي 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 فكر ثلاثة ثلاثة أيوة خل تصفيغة يا شباب طيب حسناً هاااااااااااااااااااااااااов صراحة أنا ملحة حسناً حسناً كيش تحاوص حاوص حاوص بلله بسم الله الرحمن الرحيم من البداية لا مو بي رواحي ها ها كارت 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 للاستمرار نفذ عقوبة تلمذية كيفا للاستمرار في عقوبة يختارها أخي محمد ولا أنا تنفذها ما نفذتاش تنسع بعدك يا دوب ما رأيكم أي شي نختار له نزل نص تمام عقوبة عقوبة ما هي نزل نص نزل نص كيفا نزل نص قال تختار الصندوق يعني بعد الجلس للنص نص وجلس هكذا طول البرنامج هكذا نستحق صندوقين اثنين ما هي ما هي لحظة ما هي أغنية مع أغنية أو بصيدة شعرية معك شي نعذيك من العقوبة إذا اقتنع الجمهور بهذا اللي عا تقدمها له نعذيك من العقوبة تمام؟ بصيدة بصيدة شعر أغنية بصيدة بصيدة من بحر القن مو من قصيدة تمام؟ كم من بحر القن؟ أعوذ بالله من السيطة؟ القافية مش مضبوط يلا تمام بصيدة أعوذ بالله من البيتين يلا تمام أخمعه 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 أنا أفضل أخوة عبادي أخوك بأخذوا مكذيب الوادي يلا أختار صندوق 26 26 26 سفتمبر لحظة لحظة نشوف ماذي أطلعوا أصفار 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 للحصول على 10 ألف ريال قلت ثلاثة أصوات حيوانات أماوي مليه أول حيوان ماو العري العري الدم 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 يا شباب ركزوا ماوي ماوي مال أماوي أماوي مال ماشياء يلا هذا دم تعباء عدو بلغ الثاني الثاني يا صديقي المشكلة لا يوجد حيارة حيوانات الثاني الثاني يلا 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 أنا أجيب لك شيء وأنت تنطلق عليها يلا غمض وقو حلو هذا هذا بزي اللي بعده هذا جيد ماهو هذا جيد صوت واحد جيدي زغير بزي هذا لهو بايع يلا يلا حمار ما أبغل الحمار أزوب حمار يلا يا قم على نوك نديني شوفيا يا حبيبي شوفيا يا محمد الهدف من الفقر هذه هذه هي الضحكة والزبجة والمتاع لا يوجد شخرة لا يوجد شيء نعم أحب الحمير أنا أحب الحمير هذا مخمّل سبع جداب نعم تصبيقه تصبيقه أنا أحمد نعم اختار صندوق دا ما أبلتك؟ عشران 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 في ريال Hannibal ما ثلاثين اخترتوه. لا. 31. واحدة ثلاثين. واحدة ثلاثين. واحدة ثلاثين. طيب ما رايك؟ ما رايك؟ ما رايككم؟ ما رايك يا محمد؟ هنجرب تحضاك معي في نين سناديك. اهوة. أخي محمد يجرب تحضاك. واحدة ثلاثين افتحاهو. طيب. على طويق. بسم الله. يمكن ندرك محضاك معي؟ لا 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 محضيه زفت ما شاء الله. حضاك مع محمد؟ طبعاً واحدة ثلاثين. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا؟ ما شك؟ ما شك؟ ما شك تتوقع؟ ما شك؟ 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 سريع بيس. بيس. يا سلام. يا سلام. يا سلام حظك والله يحلو معي السم محمد؟ ألأ؟ ما شك؟ عشرين. عشرين. فوق عشرة؟ ثلاثين العون. مرأيك ترجع بيضالو حجي؟ عشرة نخبه هالنا بكرة؟ لا لا keinen. أبعك ثلاثين. بتواصله وتنسحبك؟ لا نواصل. اختهي صندوق؟ تبعك سندوق؟ كمباقي؟ تبعك سندوقين؟ في صندوق اللي هو ابحاري ايه ايه في صندوق كارتة احمر جلس يا حبيبي تسعة 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 زواجة تسعة خمسة عشر الف تنسحب ولا تواصل ما لقى معرك كل ما حاش صفي قلين ماري يعني بعمل خمسة عشر هذه كم معك الان خمسة واربعين الف بتواصل ولا تنسحب باواصل انا خايب يطلع لك صندوق مصادرة المبلغ مصادرة المبلغ حق الله ها؟ حق الله اختار صندوق سبعة صادر صادر ناي صادر انت خبر ستاعش كم؟ ستاعش ستاعش ايه انا ابدأ لك انا اكلمتك تكلمتك تنزح فهمتك علمتك 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 ولا رضيت تفهم ما فيش درستك بحق الله قلت لك انسحب ما رضيت بسم الله بسم الله كارك كارك معك ثومة هااااااااااااااااااااااااااااااااااام ، شوف انا حد اخفف لك انا قل اخفف لك كل كانة اثنين فصوس معاك قدح بس باس مش تعمل لوشة طوامة لا أزلان فصوص أزلان ياكل معاك حاشي قليس قنبي واحد فاس واحد إجلين اتظل واحد خلاص زلقوا له أرقام خلاص زلقوا وختامه ثومة في للاك عشرات عامات كل الثومة بالهنى والصحة ومضاد حيوي ثومة 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 بسم الله زلطة فتح المهم زلطة ستر صندوق ثاني ما عاد فيهش هذا آخر صندوق هذا صندوق صندوق ثنتين أفلوين الحلق راساب أهل شغل من دنيا الله سترخص عاونا بسؤال الله الطعيم الطعيم كيف؟ رهيب رهيب طعيم 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 لا قال طعيم تفضل أنا تقول طعيم ما طعيمش لا كان نقول لك شهية ممشي المشاهدين الكرام كان معنا الأخ محمد أو أبو الثوم الأماوي أحمادي فتح خمسة سناديق شكرا ميرين 40 ألف ثومة ثومة نبروك عليك أو س وبالسحف الله يحفظك بس خلاص افتح ابوك مشاهدين الكرام لا تروحوا لا هانا ولا هانا خليكم هانا خليكم هانا خليكم هانا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أمرتك معنا من هنا من عدن لنرى من هو سعيد الحظ فتابعونا اسمك يا والد محمود عبد الكريم قاسم يا محمود ثلاث خطوات إلى مكة إذا عديتها نتوكأ الله مستعد؟ ثلاث خطوات إلى مكة؟ اديها لك الثلاث الخطوات أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ لا حل هذه أول خطوة الخطوة الثانية جوازك موجود؟ موجود يا سلام اعطوني ذحرام باقي لك خطوة يا مهيوب محمود محمود باقي لك خطوة إذا عديتها نتوكأ الله إن شاء الله نشتغل الأمره؟ يا ريت الله عدمي يا ريت إن شاء الله من نصيبة إن شاء الله من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته في حجة الوضع؟ أبو بكر الصديق؟ من زوجاته خديقة صاحبته أو الأوسع؟ صاحبته، يعني سارت معي في الحجة الوضع؟ سارت معاها خديقة خديقة؟ خديقة؟ يعني مش بتأكد بس أنا ما زوجت خديقة؟ خديقة قد ماتت في هذا الوقت الله يرحمه هذا ما عدد ما عدد يا الله شكونا الله ما عدد ما عدد ما عدد ما عشي نصيب ما عشي نصيب يا الله الحم بالله بسمك الكريم؟ صالح عبد الله الحدي الحدي من وين؟ من الحدي يافع من يافع؟ حياك الله وإن أم فيك ثلاث خطوات إلى مكة هيا الخطوة الأولى قد اعتمرت من قبل؟ لا والله حلو، هذه أول خطوة الخطوة الثانية جوازك موجود؟ موجود، بس بالبيت، مش هناك مجدد جاهز؟ مجدد جاهز ها؟ مجدد جاهز جاهز مجدد هاتوا لي الإحرام؟ السؤال يقول من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته في حجة الوداع؟ هند ها؟ هند ها؟ هند 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 نلبيك هند نلبيك نلبي نلبي والله كان نفسي تلبي لكن لأسف الشديد لا، شكرا لك اسمك الكريم؟ عبد الملك عمد محسن عبد الملك مام ثلاث خطوات إلى مكة عم شاء الله أول خطوة مام قد اعتمرت من قبل؟ لا حلو، الخطوة الثانية جوازك موجود؟ لا، ماشي شكرا لك اسمك؟ أديب فتحم عمد ثابت هياك الله يا أديب فقدت عمرتك معنا ثلاث خطوات إلى مكة إذا عديتها نتوقع الله إن شاء الله إن شاء الله أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ لا يا سلام هذه أول خطوة الخطوة الثانية جوازك موجود؟ لا نعم كيف أعتمر؟ يا سيد أديب؟ ضروري يكون جوازك موجود؟ فرصة ثانية فرصة ثانية يا الله شكرا لك اسمك الكريم؟ قرأي مقاسم محمد حسين من عدن من عبنة عدن حياك الله حديد الله حياك ثلاث خطوات إلى مكة إذا عديتها نتوقع الله نعتمر الحمد لله أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ أبدا أبدا، حلو، هذه أول خطوة الخطوة الثانية جوازك موجود؟ نعم مجدد جاهز؟ مجدد جاهز يا سلام، يدوني الإحرام الإحرام جاهز باقي لك خطوة؟ أي شيء مشتاق لمكة؟ نعم مشتاق لبيت الله؟ ألهم والله يا عدو كنت ناوي أيوة كنت ناوي شكلها، غضبتي لسفريات وقال عاد ما أبدا عادو لكن إن شاء الله تكون من نصيبك؟ إن شاء الله بإذن الله حسب السؤال السؤال من من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أستحابها الرسول في حجة الوداع؟ عائشة عائشة آخر خديقة 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 كان توفىها الله آه عائشة عائشة هي عائشة عائشة لا اسمك يا والد؟ عائشة محمد أقيم من وين؟ من عدن من عدن حياك الله فلت خطوات إلى مكة؟ إن شاء الله أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ لا ولا قد حجيت؟ لا يا سلام، هذه أول خطوة الخطوة الثانية جوازك موجود؟ لا، ما شمعي جوازك والحل لا شكرا لك الله أحفظك وعافية طيب نشوف الوالد ها اليما نروح من هنا لو قدنا عمره إن شاء الله الواحد منكم إن شاء الله اسمك؟ علي عبد الله علي المعازي من وين؟ من حجة من حجة ما شاء الله هياك الله يا علي الله علي طيب إحنا في مدينة عدن مدينة عدن الجميلة والرائعة ثلاث خطوات إلى مكة إن شاء الله الخطوة الأولى قد اعتمرت من قبل؟ لا يا سلام كم عمرك؟ عمري ستة واربعين ستة واربعين ما شاء الله طيب الخطوة الثانية وهذه تعرقنا شوف الآن خليه جنبك معي جواز معي جواز هكذا تجاوب عليك جوازك جاهز جوازي جاهز مجدد جاهز يا سلام عليك الإحرام جاهز باقي لك خطوة إن شاء الله الله يوفق شكلك مشتاك أي والله أعمل مشتاك للحرام نعم مشتاك جسر بها الزمزم أي والله مشتاك لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم مشتاك اللهم صلوه اللهم صلوه الله يوصلنا وإياك آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين طيب من من النساء النبي صلى الله عليه وسلم صاحبته في حجة الوادع يمكن جمع زوجاته جمع زوجاته متأكد إن شاء الله تعرف تلبي أيام عشي تلبية من قلبك كذا والكعبة قدامك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مبرك عليك العمرة مشاهدين الكرام الله يوصلنا وإياكم ونحن في خير ولطف وعافية قلوا آمين وصلنا لفقرتنا الأخيرة الميدان يا حميدان وصلوا عن نبي العدنان اللهم صلم وسلم عليه وعلى آله اليوم اليوم الفوز طبعا تحدي جديد ولعبة جديدة وانتصارات وتميز لفريقي نتعرف على فريق الفاشلين أخي خالد لا لا فريقي هم الفريق الأصفر الرمان الذهبي تحيا للفريق الأصفر نتعرف عليهم اسمك يا محمد أشتي صوت نتهزلي الجماعة محمد ناس محمد سنان يلا يا محمد محمد علي عبد الله محمد علي عبد الله أحمد الثنين أحمد الثلث 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 وسام علي حسن قاسم قاسم وسام عاش محمد محمد تحيا للفريق الأصفر كملت كملت تعرف الفاشلين حقك يلا 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 شوف شوف على أصواتها ثمين فتران ربيع من فتران ربيع مدري المهم أنه ربيع إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد صوت عاشد خالد عاشد خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن سالم عبد الرحمن سالم أحمد سعيد أحمد سعيد وألف تحية لفريقي الأحمر أعزام شاهدين سنبقى مع لعبة تنافسية لعبة التحدي لعبة لعبة نقل الطحين ونقل الماء وهم ربطين الأقدام أعلم أن ترونه وتفهموا من الجولة الأولى فتابعونا طبعا المشاهدين على الجولة الأولى ستكون بحمل الماء طوق رأس كل لاعب ويرفع قدم ويكفز إلى نهاية المساحة المحددة ذهابا وإيابا وإيصال الماء وأفضل لاعب وأكثر كمية يحافظ على الماء على أكثر كمية من الماء طبعا طريقي يحافظ على كمية الماء ويفوز في الجولة الأولى كلام كلام تقدم أين هذا؟ أين الماء واحد اثنين ثلاثة أربع رجال أربع رجال أربع رجال أربع رجال أربع رجال أربع رجال طبعا صاحبي اللاعب الأحمر هو اللي يتقدم ونستكمل الجولة واحد اثنين ثلاثة أبدأ 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 أربع رجال أربع رجال أربع رجال أربع رجال ما هذه أربع رجال أربع رجال وصلت على النصف الآن أعزائنا مشاهدين المرحلة الثالثة من الشوطى الأول انتبه ما عليك ما عليك انتبه واحد اثنين ثلاثة مطرح فيه ناسك وانتهت الجولة الأولى بحسم للفريق الأحمر ليش لأن الثلاثة المراحل حسمها فريقي الأحمر في الجولة الأولى الآن سهل 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 الحرب سجال يوم لك ويوم عليك الحرب تعفرة الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة يالله حيوم اشتركوا في القناة واحد اثنين ثلاثة أخي نزار الجولة الأولى والثانية من الشوطة الثاني هسمها فريقي الآن لو نحسمها بقى نحسمها الشوط كامل والجولة كاملة لسالحي ونبقى تعادل واحد الرشيق هذا يحسمها هذا الآن يحسمها واحد اثنين ثلاثة الرشيق اشتركوا في القناة افضل الآن تعادل جولة بجولة لكن إن شاء الله أنها أرولك الآن ومعي اللاعب الرشيق تقدمs تقدمs اللاعب التوب بحقك يا رشيق عفوا طبعاً كل لاعب مربوط الأقدام بالحبل وهيكفز وهو متحمل والله ما صاحبي لو تربط أيديه ورجل انه حيفوز لا لا ما شاء الله جاهزين جاهزين انتبه جاهز 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 واحد جاهز اثنين ثلاثة حيوهم قبس 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 ق ايه ايه الان يا مزار انا انا اوريك كيف يا مزار انا اتسمي معدن تجدار يا الهزيمة نستدق الحروف انها الهزيمة الان يا يا مزار يا مزار الان انا 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 اوريك جاهز جاهز؟ جاهز؟ جاهز واحد اثنين ثلاثة انطلق اباشا يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك جو ملايبا حل يا سلام عليك الان المرحلة الثالثة حسمت مرتين لصالح فريق الاحمر باقي معانا مرحلة واحدة لو حسمها فريقي اذا انت وفريقك في الباي باي انتبهوا انتبهوا اذا اخر مرحة لو سمحتوا لو سمحتوا لا تخلي هذا الشخص هذا يهزمني هو فريقي هذا الشخص حسمها لا حد الان جاهز يلا اثنين ثلاثة 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 المرحلة الثالثة من الجولة الثالثة حسمت لصالح فريقي الاحمر لانه فريق الاخ خالد راح يجاول احد معاه قوتراما ولذلك حسمت الجولة الثالثة والاخيرة لصالح فريقي الاحمر موسيقى 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 وهكذا يستمر الانتصار ويستمر التمييز ويستمر وجه عالقلب ويستمر الكهر ان الانتصارات المتجدة الجوائز لو سمحتوا الجوائز موسيقى تقدم الجوائز أنا أحترمك بس تقدم الجوائز علشان تعيش الهزيمة صح مئة وعشرين ألف للفريق الأصفر لا 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 يعني قصدك خلاص مع الفوز نسينا لا لا المغالطات تغالطوا في الميدان لا تغالطهم بالزلط مئة وعشرين ألف للمركز الأول والفريق الأحمر ثمانون ألف للمركز الثاني من فريق الأصفر جمهورنا الحبيب سامحون على أي تكسير هدفنا كان إسعادكم من بداية الحلقة إلى نهاية الحلقة وختمناها بالميدان يحميدان من هنا من مدينة الغيظة محافظة المهرة أنا وأخي نزال لكن إن شاء الله النزال بيتتابع مرة ومرة معك أيها الصنديد نتمنى لكم صوما مقبولا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانقضت السنة بفصولها وجئتكم من سباء بموسم جديد موعد لطانا حال نحل كل مدان السهل والمديان يا روعة الأوطان روس الفرح الصحبة تحرم باع المرح يا حبابنا نسأل إقاف أحياء بنا روح الفرح روح الفرح شكرا شكرا شكرا